موسيقى السلام عليكم طلاب رجعنا وياكم بالحلقة الرابعة حالة الرابعة اللي هي تخص القطع الزائد ستنaccرون القطع الزائد أسهل بوشيرة من حول القطع لأنه، في جناع القطع الزائدougيين يشبه القطع الناقص فأنت كل اللي دارسة بالقطع الناقص حيكون مشابه إليك بالقطع الزائد فأني بالبداية راح أعلمك اليوم بالقطع الزائد على فكرة أهنانا بالقطع الزائد أغلب الأفكار والأسرة الوزارية تيجي من عنده القطع الزائد طلاب إحنا أخذنا قطع المكافئ والناقص هيا ما سوفيش عادي أخذنا القطع المكافئ والقطع الناقص في اليوم راح نأخذ إن شاء الله القطع الزائد خلينا نجي نعرف شنو الفروقات بين الناقص وبين الزائد يا ربي ما نبلش نبلش أول شي باب هم راح يصال عنده بقرة تال يعني ماكو اختلاف همينا F1 و F2 نفس السالفة شوان قطع الناقص وعده همينا رأسان هم نفس الشي V1 و V2 وعنده قطبان هم نفس الشي لحد الآن هم أموان و M2 زين الحروف هنا نفسهم يعني شنو يعني أنت ال F مو كان بالقطع الناقص الحرف ماته C يبقى C بالقطع الزائد ال V مو كان A يبقى A بالقطع الزائد لا و M كذلك حرفه كان B يبقى فذني الثوابط ال C وال A وال B نفسهم أعيس لحد الآن إنه كلهم تشابهات أوكي فلحد الآن هو يشبه القطع الناقص بهذني الشغل طبعا تعرفون F هي البؤرة ذكركم بها و V هو الرأس و M هو القطب فهنا نفسهم نفسهم صاد لعشون الاختلافات اللي عندنا يابع الاختلافات اللي عندنا شنو هنا رح نجي نكتب هسه الاختلافات أول شي خلنبلش بذني السهلات مني يذكر 2H شنو شنو نسمي بالقطع الناقص شنو نسمي طول المحور الكبير تمام هنا ما رح يسمي طول المحور الكبير رح يتغير الاسم ما رح يسميه بالقطع الزائد طول المحور الحقيقي أوكي اللي هو 2A فأول شي حيتغير عدد 2A ما يسمى طول المحور الكبير بالقطع الزائد يسمى طول المحور الحقيقي أفوا ثاني شي 2B هم اسمه رح يتغير بالقطع الزائد حنسميه طول المحور التخيلي طبعا بي تسميتين سمو التخيلي ومرات يسمو المرافق شنو هالتسميات عيني هاي التسميات ما القطع الزائد هذا ما التوب بقى التوب حيسميه السائبة حيتغير هاني علمتك تكتب سائبة تذكر بالقطع الناقص وقلت لك حتى بالقطع الزائد C تربية A تربية B تربية هاي مو سائبة تنقري إذا القطع الناقص تحط ناقص إذا القطع الزائد تحط إشارة الزائد إذا اللي حيتغير الإشارة هنانا صير زائد طبعا بالقطع الناقص شنو نفسه بس نخلي ناقص هذا كقطع ناقص بس بالقطع الزائد حتحط زائد يعني الإشارة ما سائبة ويا اسم القطع تكتب سائبة إذا ناقص تحط ناقص إذا زائد تحط زائد فهنانا راح يكون السي هو الشبير هلا كرارة الأي بعد ما حادي يحترم من الشبير هنانا حيكون بيهم السي حيكون أكبر من الأي والبي يعني بعد ما كل أي هو يحدد القطع هينسوها بعد هنا الشبير هو السي لأن المستعبة هو حيكون مجموحهم لذلك الشبير بالقطع الزائد هو السي شنو الاختلافات العدي بعد الاختلافات العدي حصير بالمعادلة القياسية إحنا المعادلة القياسية لو تجي سينات لو تجي صادات شوف إحنا اتفقنا أن المعادلة لازم تكون تساوي واحد إذا سينات أو صادات هيا عادي تروح مكرر الإشارة مع القطع تذكرون شنو نقول إشارة القطع بالمعادلة القياسية عكس اسم القطع هنا أموت للسائبة هنا عكس الاسم يعني شلون يعني إذا اسم قطع زائد فراح تحط إشارة ناقص إحنا شي حلو هذا الاختلاف لا أتوقع إحنا أنا ما تكفي خلي شوية بس أمضي ما كان أكثر بس خلي كبرها شوية لو يجي سينات لو صادات شوف المعادلة لازم تساوي واحد هذا شي من تهين من إذا كان سينات أو صادات إشارة القطع الناقص شنو نحطها الزائد ليش طلاب شنو نحطها الزائد لأنه نحن دائما نقول إنه إشارة القطع بالمعادلة القياسية عكس اسم القطع حس كرار هذا شنو اسم القطع زائد فمن حص زائد شنو إشارة نصتها آه ناقص إذن اختلاف اللاخ الإشارة مع المعادلة مويبه تيجي حط كسر هنا وكسر هنا كسر هنا وكسر هنا زين طلاب من يذكر كان من هو الثابت بالقطع الناقص كان هو الثابت الفوق مو الأكس والواي شنو نقوله ما يتغيره هنا اللي ثابت انتبه علي اللي رح يصير ثابت هو المقام المقام ثابت ما يتغير أبد شلون يعني استاذ يعني دائما هنا أي تربيع بالبداية ثابتة بمكانها وهنا بيتهربيع سواء كان سينات أو صادات هنا لأي تربيع وهنا بيتهربيع ويا يا طلاب ثابتة هاي ما تتغير هاي ما تتغير استاذ يعني شنو قصدك يعني قصدي انه انت بالقطع الزائد بعد بالمعادلة ما تباع جوه تباع فوق ها شون فوق باوع اذا سينات فرح تبدي بحرف اكس اذا صادات رح تبدي بحرف واي اذا هنا نريدك تنتبه على هاي الشغلة انه بالقطع الزائد شون تعرف السينات لو صادات تباع على الفوق مو على الجوه اوكي احنا بالقطع لنا قصد انه نباع عجة ونشوف منه تشبير ومن عنده نعرف السينات وصلا لا 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 اصلا هذا المقام ثابت ما علينا من باع المقام المقام مكانه ثابت اللي حيتغير منه اللي يتغير الباست الباست يتغير اذا بدت بأكس تربيع يعني السينات طبعا كي د هنا واي تربيع اذا بدت بواي تربيع يعني صادات كي د هنا اكس تربيع فطلاب هذا الاختلاف الرقم خنقل اربعة اللي بالمعادلة اوكي زين اذا هسا خليكم ويانا الاختلاف اللاخ بالمعادلة عدنا الاشارة مع المعادلة القياسية هتكون ناقص بالقطع الناقص كانت زائد اوكي فهي الاشارة صارت ناقص اوكي الاختلاف اللاخ استاذ مؤمل قال الجو حيكون ثابت لان اي محد يحترمه هنا السي هو تشبير بالقطع الزائد شون نعفه سينات لو صادات كرار وين نباوع عالفوق اذا بدت بأكس شين قول اذا بدت بواي يعني كرار قلي اختبرك والله انا حب اختبر مصور حتى شوف امركز وياني حانطيك معادلة ما القطع زائد طبعا شو عرفت قطع زائد اشارت شنو صالب وراح نشوف كرار مركز ويانا او لا سينات لو صادات شوف المصور الخدع المصور الخدع نعم ليش كرار قاب صادات لين باوع عجوي مو كرار باوعت على المقام هذا بالقطع الناقص كنت تسوي هذا الكلام يعني لو انا حاط لك زائد اه صحيح صادات قطع ناقص بالقطع الزائد كرار من باوع الارقام من باوع وين كرار بادي بأكس لو بواي اذا بادي بأكس تقول سينات فيعني انت هذا ما عليك بي هذا ثابت هذا الاي تربيع وستنو ما رح تقتنعون انه الاي تربيع يطلع اقل من البي تربيع صح ماسو شو لا هاي بالقطع الزائد لازم تقتنع بعد الاي مو احد يحترم الاي يموت شبير هو فهذا ثابت اصلا المقام ما عليك بي تباوع على الفوق تقول بدأت بأكس يعني سينات بينما لو انطيك معادلة بهذا الشكل تبدي بواي مثلا يقول كرار شو تقول هسا وين القطع صار هسا صعدات ليه صعدات لين بدأ بيه حرف تبواي تربيع فاذا هذا الاختلاف هاي نقول صعدات فاذا بالقطع الزائد انت بعد ما تباع على الارقام ولا تباع جوه اصلا عينك على الفوق شوفه بدأ بأكس لو بواي تقول اذا بدأ بأكس سينات اذا بدأ بواي صعدات بس ذا يعني ذا كما القطع الناقص من ان احنا تباوع على الارقام اللي يغلط بيه كرار زين نرجع هسا هذا الاختلاف رقم اربعة من المعادلة زين نروح على رقم خمسة هسا هاي الاختلافات نعيد اول شي التو اي من سمي كبير سمي طول محور حقيقي التو بي من سمي طول محور الصغير سمي طول محور التخيلي زين السايبة حتكون الاشارة زائد بالقطع الزائد المعادلة الاختلافة بيها بالاشارة اول شي الاشارة السر مع الاشارة الوسط ناقص والجوه ثابت بمكانه ما يتغير دائما اي تربيع بيتربيع اي تربيع بيتربيع ليتغير الفوق زين طلاب بعدش عندنا فروقات باقي الفروقات عندك رقم خمسة نقطة خمسة لا يوجد قانون للمساحة ولا للمحيطة والنسحنا كيف عليها ما عندي قانون بس بالقطع الناقص أنا عندي مساحة ومحيط أنا ما عندي ستة الاختلاف المركزي شنو قانونة حيكون نفس القانون اللي اخدته اللي هو اي يساوي السي على اي تتذكرون مو بس أنا كرار ش تقول انه هيطلع اكبر من واحد لو اصغر من واحد انا اذكر كيف شغلو حتى لا تغلق السي هو اكبر واحد بهم هو السي اكبر من الاي و من البي صح من هو تشبير بالقطع الزائد السي تشبير زين هيطلع الناتج اكبر من واحد لو اصغر من واحد طبعا من يكون الباصد طبعا من يكون الباصد اعلى من المقام الناتج حيطلع اعلى من واحد ولذلك هموا يسموا قطع زائد تدرون ليش؟ لأن الايمال تتكون ازيد على اسمه ازيد من واحد بينما القطع الناقص الايمال تشي تكون انقص من واحد هموا نفس القانون بس هناك بالقطع الناقص لنقول اقل من واحد ينشان الاي هو تشبير بينما بالقطع الزائد السي هو تشبير فحيكون اكبر من واحد هاي دي اختلافات اللي انا عندي بالنسبة للقطع الزائد والناقص اريد بتكتبوهن اوكي هنه تقريبا ستة احد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة طلاب راح ناخذ هسه انواع الاسئلة بالقطع الزائد طبعا نفس انواع الاسئلة بالقطع الناقص احنا استخدنا الاساسيات او اخدنا الفروقات بين القطع الزائد والقطع الناقص انا عندي نوعا بالاسئلة بكل القطوع مثل ما قلت لك النوع الاول اللي هو النوع السهل اللي هو يعطي المعادلة هو ينطيني المعادلة بالسؤال يش يطلب يطلب مني كل ذنيح باشكلا طول المحور الحقيقي طول المحور التخيلي البؤرة الرأسين القطبين كله طبعا انت ما عندك مساحة ومحيط هنا يطلب ممكن بس الاختلاف المركزي منك اوكي هذا بالنسبة للنوع الاول اللي هو ينطي معادلة زين النوع الثاني شنوه النوع الثاني يطلب المعادلة اللي هو اللي يجي بالوزارة هذا مثل ما اتفاقنا انه هو الاكثر ووزاري ما ينطي المعادلة وانما هو يطلب مني المعادلة يعني يقول لي بالسؤال جد معادلة القطع الزائد فاني عندي نوعين وهي بكل القطوع اذا اشرحتها سريعا لاني اخذناها بالمكافئة وبالناقص نفس الشي عندي نوعين من الاسئلة ودائما النوع الثاني هو الاكثر وزاريين زين نجي ناخذ ملاحظة شوفوا طلاب اكون ملاحظة مهمة شوي تفرق عن اللي اخذناها بالقطع الناقص اذا ذكر بالسؤال العبارات الآتية اللي هي يمس او يمر او يتقاطع زين احنا بالقطع الناقص شلنا نقول لو ناخذها اي لو ناخذها بي حسب اذا كانوا نفس الشي ناخذهم اي نفس المحور وي البقرة ناخذها اي اذا كانت عكس محور البقرة ناخذها بي اهنا بالقطع الزائد اخذها مني لك دائما هناخذها اي النقطة تطلع دائما اي لا نشوفها بي اي رأسا تاخذها رأس اي لان دائما هتكون نفس محور البقرة فهاي بالقطع الزائد رأسا مني يقول لك يمس طبعا يمس ويمر يخليوا ياها قطع مكافئ يعني تطلع بي منها يتقاطع لا يتقاطع لو يقول لك سينات مع محور السينات يعني الواي صفر لو يقول لك صادات مع محور صادات يعني الاكس صفر هاي حتيناها همينا بالقطع الناقص اللي يتقاطع تذكرون لو يقول يتقاطع مع محور السينات تنقول الواي صفر تقاطع مع محور الصادة تنقول الاكس صفر الثلاثة فين ذني النقطة تطلع تعتبرها اي تعتبرها اي فهاي مهمة كلش الملاحظة بالقطع الزائد بالناقص شنة لا ناخذها لو اي لو بي حسب اذا نفس المحور اي اذا عكس المحور بي هنا نريد دوخ نفسك رأسة ناخذها اي رأسة نحتاخذها اي اوكي يعني طلاب راح ناخذ اول شي على النوع الاول سؤال والنوع الاول قليل يجي بالوزاري بس راح اخذ من ثالي عليها وسهل ان شاء الله اه احنا نتلاح نلاحظ احنا المعادلة مالتنا هو منطينا اياها لأنه النوع الاول هو ينطيك المعادلة مثل ما اتفاقنا شوف شنو رائد منك رائد البؤرتين يعني طلع السي لازم حتى تطلع من السي طلع الافوان والافوان سهلة الرأسين يعني الاي من الاي طلع شنو الافوان لا الافوان شنو الافوان والفي تو الرأس في وان وفي تو على فكرة بالقطع الزاد السي هو الشبير طول كل من المحورين يعني يقصد التو اي والتو بي الحقيقة والتخيوي اللي ما يسمون بعد الكبير وصغير هذا قطع زائد اوها هي ثم ما ارسمه تجي هسه اول شي المعادلة مالتك على محور السينات شلون عرفتها حتقول لي استاذ ما اربعة وستين دير بالك حبيبي قطع زائد ما تبع عالجو تبع عالفوق بي من بدت بدت بأكس يعني على السينات البقرة تكتب القياسية مثل ما علمتك بالقطع الناخذ الذكر بالمقارنة اهي القياسية مع السينات جيد رأسا الاي تربيح هو اربعة وستين والبي تربيح هي ستة وثلاثين منذ اني تروح وطلع كل شي طبعا على فكرة القطع الزائد الاي والبي ثابتين ما كانوا ميت غيرون ابد يعني حتى لو الاي يطلع اصغر من هذا الاي عادي وانا ما احد يحترم مو تشبير هو صدفة سوطلع تشبير هنا طبعا نجدر ايطلع الاي ثمانية نجدر ايطلع البي ستة طبعا تضرب الستة فيه ثميان اطلع اثنعاش واخذ الدرد اطلع طول المحور التخيلي شنو بقت انت الاي والبي الاي شو تطلع من عنده الاي تطلع من عنده اللي هو في وان وفي تو اوكي طبعا احنا قلنا الف والفي دائما نفس المحور ما درها اذكرتكم بها كما ذكرتكم بها خلو اذكركم بها والام يكون عكس المحور نفس القاعة نفس اللي حتنا بالقطع الناقص فبما انه البقرة ع السينات فالفيهم هيكون ع السينات فشون رح تكتبه ثمانية بالصفر ومعن تاخذ الاي هي نقطة البي صالب ثمانية بالصفر استعد ليش ع السينات مو انت البقرة ما تتكخذتها من لها ع السينات فالفيهم يكون ع السينات القطب الام هيكون بالعكس ع الصادات لان القطب يكون عكسهم عكس المحور اوكي عكس المحور فتاخذ الستة بسر صفر بستة وصفر بسالب ستة اوكي لحد الان تماما طلعت البي وان والبي تبقى بس السي السي من السايبة السايبة ما القطع الزائد انتبه تخلي زائد بالنص مناقص طبعا انت عندك الاي والبي تعوض الاي تربيع 64 والبي تربيع 36 السي تربيع حتطلع مينة كيف نجدر المية طلاب عشرة من هاي السي هتطلع الاف وان والاف وانت البوراماتك على السينات يعني عشرة بصفر سالب عشرة بصفر طبعا اذا طلبت منك بعد مطلب لاخ اقول لك الاختلاف المركزي الاختلاف المركزي هو شون قانونه ايو ساوي سي على اي وتعوض السي والاي اي اذا طلبت منك مطلب لاخ لكن ما عندي لا مساحة ولا محيط بعد خلاص السؤال اي مطالبة والرسل ترسم للقطع الزائد رسمة اوكي موجود سهل بالمزنة زين نروح على النوع الثاني واللي هو هان صراحة هان هان تنالة رح تجي تشبعون اسوالف واسئلة واشكال ولوان حتى اسئلة ربط بين 3 قطوع رح ناخذ هسه هاي الحلقة او هاي الاسئلة رح ااخذ لك بها المرشحات سميها المرشحات بكيفك انا هاخذ لك الاسئلة المهمة كلش كلش واللي انا عندي حدث انه واحد من عندين رح يجي ان شاء الله اوكي انتو بعد كيفكم اسموها مرشحات مراجعة هاي تسميات لكم لكن انا ما احب اسميها مرشحات لان اقول مرشحات الطالب حيعوف كلش يحتمت بس على ذني او مرشحات هاي الشغلة غلط وما انصح بيها ابدا لكن هاي الاسئلة تركزون عليها مان عندي اوكي يلا اه نبلش لحظة شوف لي هذا السؤال وش يقول جد معادلة القطء الزائد كرار هذا يا نوع الثاني يعني من يطلب معادلة نوع الثاني شقولنا لكم بالنوع الثاني من يريد مني معادلة شلو لازم اطلع تقولي استاذ لازم اطلع اي تربيه وبي تربيه هاي ثابتة ما بيها تريد معادلة اطلع اطلع دولة الاثنية شون بالقطع الناقص من شنة نقولها ثابتة كلش ادي اوكي البقرة مالتة منطينيها وصير حباب يا ابو هذا خير انطاني الاف وان والاف تو موجب سالب خمسة طبعا هاي لتخافوا منها وبدان ما يكتفن قوسين تحطن موجب سالب هاي البقرة البقرة وين صاير احنا البقرة صاير عسينات استاذ عافية بعد شل استفاد منها البقرة الحرف مالتها اللي هو الخامسة يمثلي حرف السي سي خامسة انا مالي السيال السي تربيه احتاجة بالسايبة ربع الخامسة خمسة وعشرين انا كيش مادا ما سويت شي هو منطينيها هاي معلومة استفادت منها يتقاطع تقولي اوقف استاذ مؤمل قللي ليتقاطع وليمس وليمر رأسا ناخذها اي شنو هاي ما ناخذ منشوفها اي لوبي لا بالقطع الزاد يمس يمر يتقاطع رأسا تاخذها اي بس اليتقاطع لازم تعرف ويا محور قال ويا محور السينات يعني راح تفرض الواي صفر اوضو خليني اجي هنا علي كيف منقلك يتقاطع مع محور السينات انا كاتب لك اياها اذا مع محور السينات يعني على اكس صايرة يعني الواي صفر والاكس هو منطيك اياها اشقد بالاكس منطيك اياها موجب سالب الثلاثة هاي راح اصير نقطة وهاي النقطة تمثلك الاي بالقطع الزاد ثابته ما حصل عندك نقطة حصل باعة موجب سالب اكس طبعا اوشي بعدين الواي هاي النقطة شتمثلي هنا بالقطع الزاد الموجب سالب الثلاثة بصفر تمثل الرأس الرأسي القطع الزاد يعني باختصار هاي الاي اي ثلاثة الاي تربيع تسعة دائما نعم دائما مبروك طلع اول جوكر نحتاجه لأي تربيع بقى بس البي تربيع وتنحل ازمتي عندي اي و سي منو اللي يفزع لي يا قانونكي ذي السايبة السايبة ما زائد شوني نكتب اي تربيع زائد بي تربيع زين هاذا عدي شقد خمسة وعشرين نعوضة خمسة وعشرين والاي تربيع تسعة انا يريد البي تربيع انقل بتسعة يصير عملية طرح هتطلع البي تربيع عندك كالاتي خمسة وعشرين ناقص تسعة بي تربيع ستعاش حبيبي انتهي السؤال روح اكتب المعادلة على السينات شون تكتبها على السينات بهاي الطريقة اوقف 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 استاذ شنو هاي اذا السينات لازم يبدي بأكس اذا الصادات يبدي بواي هتشهلو ذكركب هاي لينذني ترى ثابتات المقام ما عليك بهن يعني هنا دائما نحط اي تربيع بغض النظر باع اي تربيع تسعة حتى لاي طلع اصغر من البي عادي قطع زائد تقبل الموضوع ذاكت شرام بالقطع الناقص ما نقبل نتقبل الموضوع البي تربيع ستطعي داني مكانهم ثابت ها هنا اي و هنا بي من يتغير اذا سينات الصادات الفوق بالقطع الزائد اذا سينات تحط اكس بالبداية لا صادات تبديها بواي هتشهلو طبعا مصاحح التربيع على هذا ينطيك عشرة من عشرة هذا بالنسبة لهذا السؤال اوكي اذا طبعا جاي طبعا ما ادل ممكن جاي لفهم اسباطعي دور اول هو من الاسئلة البسيطة هتلبي بس هاي سالفة تلية تقاطع نروح على اللي بعده واللي بعده احنا ملاحظة انطيناها بالقطع الناقص احنا رح ناخذها بالقطع الزائد وهي اجت بالدور الاول 2021 فلو 22 اكبرات اسئلة سخيفة وسهلة بس الطالب ما يتخيها لا تجي والله تجي ترا تجي هي صح سخيفة وسهلة بس هي تجي بالدور الاول تجي فانت لا تقول والله هاي سهلة ما تجي لا ما كي اتحكي تقرأ المادة من الجلال للجلال تريد مية تقرأ المادة من الجلال للجلال تقرأ الوزاريات من الجلال للجلال لا اعذاني بالقناة مات تليجرام ليش كل يوم اياه انشرو لكم اسئلة 아니 ماذا يقولوا دخلوا أقناة التليجرام ومزاريات وملازم ومرشحات هذين يكونون إضافات إليك كطالب لأن أنا أصلاً أخلي فكرة أنه أخلي أدمن خاصة للتليغرام حتى ينشر لكم بها الأفكار والملاحظات المهمة نرجع حسن طبعاً ليس القناة تليغرام يلقاها بالتعليقات أو بالوصف بالوصف يقدر يضغط ويدخل القناة زين الملاحظة شو تقول إذا ذكر العبارة الآتية أنا نطيتها بالقطع الناقص زين هنا أنا إيش رح يقول لي إذا علمت أن أحد رأسي يعني يحكي علبي يبعد عن البؤرتين يبعد عن البؤرتين بالعددين سأتذكرها ينطيك رقم عدد طارزة عدد بالقطع الناقص كانت بالعكس كان يقول إذا علمت أن أحد بؤرتين يبعد عن الرأسين هنا نبعكوس السادفة تقول أول شي هذا قطع زائد بالقطع الزائد منه تشبير بالناقص شنة شنة نقول شنة نقول بالقطع الناقص شنة نقول شنة نقول أي هي بجموع العددين وتوسي حاصل طرح العددين بالقطع الناقص تذكر هذه الملاحظة نفسها مع العددين آه هنا أنا ماكوهي تشي عيني هنا بالعكس هنا تشبير واللي نحترمه هو السي هنا أنا راح تقول بالقطع الزائد التوسي هو مجموع العددين بالعقل هو السي تشبير بالقطع الزائد هو منطق عددين رقمين تجمعهم يطلع لك توسي التو اي هيصل طرح العددين كرار تذكر بالقطع الناقص كانت بالعكس كانت تو اي مجموعة العددين إذن أنا شكرا للطالب حتى لا ينسي بالناقص تشبير منه عندك الاي إذن تو اي مجموعة العددين بالزائد منه تشبير عندك سي إذن توسي مجموعة العددين يعني هاي بالضبط عكس القطع الناقص بالقطع الزائد هاي عكس القطع الناقص صارت توسي هو مجموعة العددين يا با ترى هاي صخيفة صح بس صدقين جدتي وزاري بعض بعض ركزوا يا مادر يخوه هذا يجل 2021 ما أنا صراحة فاجأت شو رأي جد يعني دور أول هاي السهولة هو يعني غريبة هما يظهر يعني عملية وضع الأسئلة عشوائية زين اكتب معادرة القطع الزائد يا با معادل قطع الزائد النوع الثاني هذا تقول لي يعني لازم نطلع الأي تربيع والبي تربيع المكان هم الثابت مركز نقطة الاصل هاي شو معنا منها متأثرة شغلة علمية يعني حتى يحدد من المركز ما بينسحاب إذا علمت أن أحد رأسي يبعد عن البقرتين بالعددين هلأ الملاحظة مالتنا أم العددين طبعا على الترتيب انطقيان وين طبق هاي شو متأثر بالحال قد تقول من قال انطاني عددين وهذا قطع الزائد استاذ مؤمل قلي توسي مجموع العددين بينما حاصل طرح العددين حلو كل لزيم تجي علي كيفك تعال نزل العددين هما منه واحد وتسعة تسعة زائد واحد هذا توسي بينما تو اي هيكون تسعة ناقص واحد زين التوسي هيطلع عدك عشرة قسمها على اثنين السي خمسة انت تريد السي تربي حتى تستفاد منها بالسائبة خمسة وعشرين ضم عوفوا زين هنا تو اي رح تطلع عدك جقد ثمانية قسمها على اثنين الاي تطلع اربعة ربع الاي ستعش مبروك اول شين احتاجه هذا مبروك مقبس بيتربي يا قانون يفزع انك الرار من عدك هاي السائبة السائبة اكو غير السائبة انت تريد طبعا زائد انقض انت تريد البي تربي اضل عدك هذا موجود وهذا موجود يطلع طبعا يطلع سي تربي خمسة وعشرين والاي تربي ستعش مجرد تنقل الستعش الصير سالب تطلع لك البي تربي تسعة مبروك طلعتهم تجي هنا المفاجئة والصدمة وين تكتب المعادلة ع السينات لو ع الصادات ما قاعد لي وذا ما قل لك اذا ما قل لك هما الضلصاف تكتبها مرتين تأخذها يعني احتماليا ما تعرف ما قاعد لا يقاعد البقرة وين ولا ما طين يفد احداثيات حتى عرف هاي على الاكس لو واي ع السينات لو ع الصادات فبهاي الحال الطالب شراح يسوي وشون يكتب المعادلة لطلاب يكتبها مرتين يأخذ احتماليا مرة يكتبها على السينات ها اذا محدد هو لا تمشي علم محدد هو قال لك البقرة وين تمشي بس نعم محدد تأخذ احتماليا حبيبي سينات رح تبدأ بأكس مسحة للدوخ الصادات رح تبدأ بواي لقد حلو بالبداية قبل لشارة ناقص تعرف اكس اسم القطع هنا سيصر بالعكس الاكس هنا سيصر بالعكس الواحد مراتين يساو واحد اما الجو ثابت ما يتغير اي تربيع بي تربيع الاي تربيع اشقد والله 16 مو اي فوق 16 هاي 16 هنا دائما حتى هنا دائما 16 البي تربيع تسعب البي تربيع الجو ثابت ما يتغير اللي تغير الفوق انت اخذ الدرجة كاملة على هذا السؤال يمكن تحتاجون طقولة صورة او شي فحاول ارجع اوكي انا امود يعني الملاحظة انا طبعا رأيت تكتبوهن وياي والله فضل واحد دفتر وياي يكتب هاي انشاء الله انا نفس انطهي بالخصوص والله نفس الشرح اللي بالخصوص ده رح الله شاهدوا كراري يعني والله نفس شرحي بالخصوص كل ما اضم شي عليكم خاف واحد يقول انت انا بالمناسبة ما احب هاي السؤال في الدراما والله العظي يعني لا بين نفس قدامكم او شي لا امان طال يعني بس يعني افضل انه تستغلون هاي الشي انه انه تكتبون وياي اوكي خلي فكرته حلوة لطيفة زين طلابنا الابطال شوفونا هذا السؤال ايضا وزاري يقول جد معادلة القطع الزائد تعلمك استاذ مؤمل من يريد منك معادلة اطل اي تربيع والب تربيع لازم هاي حلو اللذي احدى بؤرتين انتبه على العبارة البؤرة هي السي احنا البؤرة صارت نقطة تقاطع حت تقول استاذ انت مو قلت مني يتقاطع الصير اي شو هنا رح تاخذها سي من يقول بس ركزوا ايا من يقول بس كلمة يتقاطع تاخذها اي بس من يقول احدى بؤرتين خلاص حدد البؤرة هي نقطة تقاطع اذا السي هي نقطة التقاطع اللي رح تطلحها نقطة تقاطع لازم يقول لك معايا محور قل معا محور السي يعني الصفر الواي من الصفر الواي حتعوض هنا الواي صفر تطلع عندك الاكس صارت نقطة تاخذها السي وليس اي هاي حالة شاذ ذاليا شنو قال هو بؤرتين من يقول بؤرتين خلاص تصير للسي البؤرة بس من يقول بس يتقاطع بس بدون احدى بؤرتين بس كلمة يتقاطع تاخذها اي اوكي يعني اذا السي نطلعها من نقطة التقاطع بعد طلمح وراء التخيل شباب هو التوبي مثل ما اتفقنا يسملوا التخيل هو المرافق باسمين من طين اربعة سهلة اذا هسا خلي نجي اوش نبلش من التوبي هذا رأس اقدر طلع معدل بي تربيع اقسم على اثنين البي طلعت اثنين اربع الاثنين طلعت البي تربيع اربعة هسا نروح على البؤرة البؤرة رح نطلح من نقطة التقاطع اول شي المعادلة ما التقاطع المستقيم خلي نكتب هس دقيقة هو اش قلي يتقاطع ويا محور مع محور السينات ملاحظة اذكرك بها من يقول لك مع محور السينات تفرض الواي صفر هي الواي صفر الموتفرض يعني هي الواي تكون صفر به هذا الواي تعوضه صفر هتصير اثنين اكس ناقص صفر تساوي ثمانية يروح الصفر اثنين اكس ثاوي ثمانية قسمها على اثنين الاكس اربعة صارت تدي نقطة اكس واي اربعة بالصفر استاذ هاي ناخذه اي لا حبيبي هو قال لك بؤرة تاخذه هاي تمثل بؤرة اربعة بالصفر تمثل بؤرة الزائد بؤرة الزائد هنا البؤرة على السينات وهنا السي اربعة سي تربيع 16 ليش اخذتها بؤرة لأن هو قال احدى بؤرتين لو هاي الكلمة ما قاين حباو وقاين بس يتقاطع تاخذها اي بس هو قال عليها بؤرة فالسي تربيع 16 بقل اي تربيع من السايبة يطلع نحل السؤال هاي بعد السايبة تسويها تطلع اي تربيع وتكتب المعادلة لتعرف احنا شنحتاج ونطلع حرفين من يريد معادلة دولة من يطلعون دولة احنا اصلا طلعناها بالبداية من التوب هاي السايبة تعاوضها احنا نريد اي تربيع تنقل الاربعة اي وي تربيع على اربعة بساعة واحد اه انتهي السؤال هذا سؤال الوزاري حلو لطيف وشوي فكرته غريبة انه هنا البؤرة ناخدها من نقطة التقاطع اذهب اللي بعده عندنا ملاحظة حلوة ملاحظة لطيفة طلاب رح نبلش باسئلة الربط قطعين بس من زائد وناقص زائد وناقص رح ناخص سوية يعني هاي خلن نكتب الربط بين من ه بين القطع الزائد وال قطع الناقص حشو حلو شوف اذا قال بالسؤال اذا ذكر بالسؤال العبارة الاتية شوف اذا قال قطع زائد بؤرت هنا اكو يعني حالتين لو يقول كلمتهما لو يقول تنطبيقان يعني النفس المعنى لو يقول هما يعني هي واضحة هي نفس يعني لو يقول تنطبيقان على منو تنطبيقان على بؤرتين القطع الناقص شنو شنو معناتها اعتقد واضحة يحتاج واضحة يعني البؤرة ما الزائد هي نفس البؤرة ما الناقص سيمة ناقص سيمة الزائد اوكي فهاي الملاحظة المهمة من يقول لك هي يعني السي اللي هنا نفس السي اللي هنا نفس السي يا موسي نفس الشي نفس السي يعني نجعل هذا السؤال الوزاري اللطيف يالله شي يقول لي بالصور جد معادلة القطع الزائد توقف استاذ مؤمل قل لي يا با هيا نطلع لازم الA تربية والB تربية مثل ما اتفقنا حتى نطلع المعادلة لازم نطلع ذول الاثنية زين الذي بؤرتاه عزاء دي يحتي تنطبيقان هي على بؤرته القطع الناقص يعني السيمة الناقص هو نفس السيمة الزائد الكلمتها طبيقان هذا السؤال الوزاري للعلم سؤال وزاري ما موجود بالكتاب اوكي اكمل السؤال الذي معادلته نطلعك معادلة مع القطع الناقص هايش راح نستفاد منها طلاب نطلع منها سي نحول سي سي صاوي سي لغا لك يمر يمر تاخذ السي أي يمر يمس يتقاطع تاخذ أي بس ما قال يمر قال تنطبيقان كلمة تنطبيقان او هما السي صير نفسه سي ما ياخذ أي اوكي صار عدي قطعين طلاب انا يمكن معلمكم بنصر عدد القطعين نقسم الورقة بالنص هاي طريقة مالتنا القديم قطعين نقسمهم بالنص هذا هنا وهذا حتى نسر نخلي القطع الزائد اللي هو مطلب السؤال قاف يعني قطع زائد وهنا القطع الناقص اللي راح نبوغ منه شغلة وحدة اللي هي السي هاي المعادلة مع القطع الناقص طبعا نتنزلها من الإشارة أنا عرفتها هو أصلا بين الناقص اسم جاهزة لازم نجحز عفوها السهل اش قلي وراها والنسبة بين طول هاي طلعا هاي ترجع للزائد هسا خلاص الناقص رجعنا طالي معلومة على الزائد النسبة بين طول محوره والحقيقي طول محوره والحقيقي 2A إلى يعني على يعني 2A على البعد بين بؤرتين 2C يعني 2A اللي بالبداية ينحط بالبسط ورا كلمة إلى ينحط بالمقام 2A على 2C جد منطين إياها 1 على 2 هاي تستفاد منها معلومة هاي معلومات السؤال يلا بلش نبلش خلي نسوي هاي المعلومة نبسطها 2 و 2 وتروح طرفين بوسطين C في 1C يساوي 2 في A 2A أوكي C يساوي 2A تربع C شيصير صار ليش دا ربحها حبيب ومبسة يبت تحتاج C تربيح فربحها دائما 2 تربيحة 4 A تربيحة أي تربيح دير بالك خلي أسميها معادلة واحد اضمع تفيدنا بالعازات نرجع حسى القطع النقص القطع النقص هذا خطار حنبوق منها السيون شمر بالزبالة أول شي يازم نبسط المعادلة طبعا نقسمها على 120 أول شي هاي متر هم طريقة الفراشة هنا شلون بالله هاي واضح 3 كم 12 بها 4 والصفر ينزل يعني بها 40 3 كم 12 نقص بها 40 أنا لا أقدر صراحة فراحة سويا قسمة طويلة ما أقدر قسم 120 على 5 على صفحة هتشوف شكت بها اختصار ناخد رقمين أول شي 12 كم 5 بها 200 في 15 10 200 تنزل الصفر ينزل 20 كم 5 4 لان بها 24 شكت بها 24 و20 وهاي بها 40 إذن صارت المعادلة X تربيع على 40 زائد Y تربيع على 24 واحد زين طلاب القطع الناقص نحن نعرف سينات لو صادات من المقام شوف لي المقام هذا شبير إذن هذا A تربيع 40 إذن هذا على السينات هذا B تربيع A تربيع 40 والB تربيع 24 القطع وين صار على السينات شوان عرفت سينات نضاع القطع الناقص نضاع على الجو على الشبير شبير جو X يعني على السينات طبعا نحن نريد السين بوك من قانون السايبة ما الناقص يعني السايبة ما الناقص تحط سالب يدير بالك السايبة ما زائد تحص زائد الاسم حتى لا تغلق تطرح 40 ناقص 24 يطلع 16 يطلع عشي قد عدي 16 اجر 16 السي 4 كرار هاي السي ما الناقص ناخذها بالزائد شو صير اشار الناقص لا نفسها هاي السي ما الناقص وقال تنطبيقان تنطبيقان يعني السي بالناقص والصير السي بالزائد وهاي السي هم راح اصير هنان اربعة مسما القطع الزائد طبعا هاي داكتب زائد يعني زائد تكتبوها نون ناقص هالتوضيح سي تربيع 16 ارجع لهاي المعادلة عندي سي تربيع اقدر طلع الاي تربيع اقدر شوف هي موسي تربيع تساوي اربعة اي تربيع اي عوض سي اي تربيع اي تربيع طلعت اربعة اه شونو استاذ موطلعت نفس هذا عادة هذا اوكي بقى بس البي تربيع من القانون السعيب من قانون السعيب روح تكتب المعادلة على السي نات يعني تبديها بأكس على اربعة ناقص وي تربيع على اثناش ساوي واحد اوكي هاي المعادلة مع القطع الزائد المعادلة مع القطع الزائد ونروح على المثال اللي بعده هس طلاب طبعا ارجع بس ما دي خافط تقول صورة لا تريدون اي اكس سؤال طبعا بس يعني هاي ان شاء الله رح ناخذ هنذنين اثنين تسوية حس رح ناخذ شنو وراها هناخذ قطع زائد ومكافئ وهذا مرشح من استاذ مؤمن مرشح حطيك ثلاث مرشحات ثاني ثلاث ثلاث واربعة منا رح نبدي اضاول واحد مرشح اوكي مطبل قبل ما اكتب السؤال دي ذكرك شوية لازم لازم تكون شايف حلقة واحد من المراجعة المركزة مع الفصل الثاني بس تقول شنو يعني المشايف يموقع طلاب عدي يطفرون رأسي طبع الحلقة الرابعة حلقة الاولى اللي هي تخص القطع المكافئ يا قطع الحلقة الاولى قطع المكافئ حبي اللي هي شنو اللي هي صايرة هتلقاها بالنفس انا سوي لكم بلاي لست نسوي لكم قوائم بالقوائم هتلقاها هنا 4 حلقات حلقة الاولى شايف تتراجع لي الحال مال قطع مكافئ يمر بالنقطتين تذكروها بالقطع المكافئ من يطيك نقطتين هاي راجع لي احفيدوه وتعال ورجع للفيديو هاي من نعرفه فالان نشرحتها سوي لثالي شون نعرف المادة وانسينات لصادات على اللي متغير اشارته من المتغير اشارته هنا مثلا نقول صادات راجعوا لي اياها بالحلقة الاولى خاف نرسيها واذا تذكروها حتى ناخذ السؤال هذا لان هذا الى ربط هاي الملاحظة المهمة نجهز على هذا السؤال نقول ستتوا طبعا ملاحظة راجعتوها من الحلقة الاولى اوكي واذا انت يعني مناسيحة الذكرة عادي يبقى بالفيديو وكملوا السؤال هذا راح اكتب عليه مرشح اكتب عليه مرشح يربط طحت المرشح لوني انصارت هنا راح ناخذ قطع زائد زائد قطع مكافئ مو ناقص قبل شوي اخذنا قطع زائد وناقص زائد ومكافئ وراها ناخذ شوف نقرأ السؤال على كيفنا قطع زائد شبيه طول محوره الحقيقي دوس بريك طول محوره الحقيقي يعني توئ سهلا طاني توئ وست هاي طلعت الاي تربيع مبروك كل زين واحدة بؤرتين هي بؤرة القطع المكافئ ستوب هنا معناته البي ما المكافئ هو نفس السي ما الزائد شون ناخذ ناخذ يقول هاي العبارة احد بؤرتين هي بؤرة يعني نفس البؤر نانت النفس الشي زين هاي اوكي يعني هسا المكافئ رح ناخذ البي سوي هالسي بالزائد الذي رأس نقطة الاصل هنا ما منطني معادلة بالمكافئ شوف باعش قلي بالمكافئ يمر بالنقطتين داي اختبرني بالمكافئ قوي ومو قوي عبال القطع تذكرها بالقطع مكافئ مال النقطتين سهلة كلش تقول طبعا من هاي راح تقدر تطلع البي تحول هسي مطلب السؤال يريد معادلتين يريد مال مكافئ ومال زائد اقلك شغلة من البداية اذا ما تقسم الورقة بالنص ترى تلاس عليك حبوية سويها بالنص حتى للصر هوس احنا اكتب قاف زائد اسئلة الربط تعلم هاي الشغلة ثابت اوكي زين ثلاث قطوع سويها ثلاث قصام هتشعلوا قاطعا سويها قسميا تعال هو الشي خلي نجي نكتب اول ملاحظة بالزائد اللي هي منطين 2A 2A6 هاي سهلة نقدر نطلع منها الاي تربيع بدون نتعام نبس نقسمها على اثنين اي الاي تلافة ربح ثلاثة تسعة هاي خلص طلعت الاي تربيع على فكرة المعادلة ما زائد لازم نطلع الاي تربيع والبي تربيع والمعادلة مع المكافئ لازم نطلع بس البي هاي عفوها روحو الناس على المكافئ المكافئ قال لي يمر بنقضتين هل نكتب اول شي انا حذكركم بها وانتم مفروض شفتوها قبل غيرت اشارته الواحد الواحد وين صار على السينات لو على الصادات على السينات سينات موجب اذا هنانا رأسا عرفنا سينات موجب هاي شو حلو تكتب القياسية سينات موجب حافظها انته موجب فور بي اكس شون نطلع البي خطوة اثنية دا ذكرك بالخطوات تاخذ اي نقطة تعجبك وتعوضها هتقول انا دا اخذهم والموجب اخافهم والمسال بعادية اي وحدة صح اخذ هاي شون تعوض هذا تعتبر اكس وهذا واي اوكي وتعوض بدال الاكس وبدال الواي يربع لك الواي اثنين جذر خمسة تربيع الاكس واحد تعال فك التربيع تربيع يتوزع على الاثنين وعالجذر خمسة الاثنين يصير اربعة جذر خمسة يروح يقرس خمسة فور بي ضربه في واحد بس فور بي اربعة في خمسة عشرين فور بي قسم على اربعة تطلع عندك البي خمسة شكت طلعت في عدي خمسة هاي البي كنا بصوت واحد شصير بالقطع الزائد الصير سي او هنا هنا قلنا على السينات اذا هم راح يصير وين على السينات سي تربيع 25 انحلت صالفة الزائد من السايبة يطلع البي تربيع زين قبل ما اروح على الزائد خلي نخلص من المكافئ ارجع عوض البي بالمعادلة حتى تطلع للمعادلة اللي ينرايد منك معادلة مع المكافئ هي المعادلة القياسية مو فور بي اكس اضخر البي عوض طلعت هنتج خمسة 4 في 25 20 اكس هي طلعت لمعادلة المكافئ اخذت ذرجع لي ارجع لي للزائد الزائد حتى نطلع المعادلة بقى البي تربيع احنا عندنا جوكرين البي تربيع حتى تطلع المعادلة يطانوا انقدر نطلع من عدنا وعدنا ذني السايبة ما الزائد زائد انت عندك السي تربيع تطلع البي تربيع 16 25 ناقص 9 16 رأس انداء اختصر اطرح تكتب المعادلة على السي ناط شلون السي تبدي ها بx x تربيع على اي تربيع وانه اي تربيع 9 ناقص لان قطع زائد x اسم القطع على 16 يساوي 1 المصحح يشوف ذني المعادلتين قبالة خذت 10 هذا اول مرشح اول سؤال مرشح الروح على اللي بعده هذا مرشح كلش 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 مرشح بقوة و بقوة كرار ربيان الو لا اقل لك خاف يعتبرها مرشحة هاتوا يورطوني ها مجدت مرشحة مرشح مرشح مو يجي مرشح مو يجي عبسط مثال كاس العالم تعال كده تعالي يا أخوي تعالي تعالي شنو يسوي شنو هيتحل تعال تعال انت احلم مني منو ما ترضى ها ما نقدر نحش يا بل السلام عليكم كلمة مرشحة سنحن مثلا من تجي بطولة كاس العالم لو عاسش راح يجون مثلا كاس العالم ها مثلا كاس العالم فرنسا مرشحة للبطولة الارجل كمين اصباني صحنا مو صحة بس راح ياخذها راح ياخذها واحد ومثلا ينقل خمس مرشحات راح تجي وحدة من يمين مو انها كلا بس مرشحة مو ياخذها هذا عدد تمو بس هالما لا 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 عودين لا السؤال حلو ترى مو كرار قناعك اي اه يلا عادي قلبي قناة طبعا قناة رياضية ما طوبة منصارك مال بطولة عاسش رشحت اليابان وحنا في الزنام اثنين واحد اي منح سين كلا قول قول اي 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 ذكرني بيها والله كرار والله في الملعب وعيض اي والله هل سنكمل يلا نكمل وصالة الغيرة عادي ساعدت الاردن هي عصر ما مرشحه ساعدت لا نذكرني بما الاردن كرار رحم الوالدك السنقهر ما اشرح لا 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 حد السمع بتخطي والله الحد السمع بتخطي كلمة مرشحة مو 100% تجي بس مرشحة يعني ربما تجي ربما المثقفين ربما مثل ما العلاق فاز على اليابان المرشح للبطولة هاي جزء يعني جزء السؤال يسحقها ويطلع قبا ابو سف مراسك فين هالعلم هذا شن هالعلم هذا ما تقللي مصور لو شنلت ما تقللي ا Colleen c مرشحة كل شيء شون شح لكياب الناقص وانت متعرف اي شي عن الزائد فلازم يعني يحلها بالزائد فهمت قصدي؟ هو المعادلة اللي يريدها مع القطع الناقص وهم لازم احنا نطلع الشغلتين اي تربيع وبتربيع هاتش حلو؟ مزعين الذي بؤرته ركز هنا الذي بؤرتهما بؤرته القطع الزائد هس حشيناها معناه السيما الناقص نفس السيما الزائد وليقول هما لو يقول تنطبيقان نفس المعنى يعني السي نفس السي اوكي البؤرة مال هذا نفس البؤرة مال هذا طبعا هذا السؤال ناقص وزائد انتبه مو زائد ومكافئ لا زائد وناقص اوكي يقول لي معادلة طبع هنان يساوي الان ينازل 12 جوه فراح اكتبه هنا حتى للدخول هاتش او 12 اوكي معادلة ما الزائد اه بينما الزائد الاشارة ناقص في القطع الزائد هنا القطع الزائد حيصر عنصر مساعد الي لانه السؤال يخص الناقص الزائد حنبوق منه شغله ومشمره بالزبالة نبوق منه السي باختصار اوكي سي ما الزائد انا هتصير سي ما الناقص رجعلي على القطع الناقص اش قللي النسبة بين طولي محوري هاا هاي 2 اي على 2 بي منطاك 2 اي على 2 بي مال قطع الناقص خمسة على ثلاثة احنا قلناها بالملاحظات ما الناقص النسبة يعني كسر اوكي مركزة نقطة الاصل الحبيب يقسم لي السؤال بالنص هنا خلي القطع الناقص لانه هو مطلب السؤال هنا خلي القطع الزائد هو مساعد اليه روح الزائد قل له تعال وين معادلتك اكتب معادلته الزائد راح ينبوق منه شغله ومشمره بالزبالة اول شي معادلته موجاهزة لازم نقسمها على 12 ليش لان لازم تساوه واحد هذا يروح الزائد خصار ادي دير بالك 312 بيها 4 صارت المعادلة زين انا اسألكم سؤال هاي سينات لو صادات لس صير غشي متبوع جوه قطع زائد باوع فوق بادية بأكس دقوز سينات اما الجوه ثابت اي شون اغلقت اني انا 12 مفروض بي انا 12 مفروض بي الجوه ثابت هذا دائما اي تربيع وهذا دائما بي تربيع اي ثابته اذا هسا نروح نريد السي نروح نطبق السايبة مع الزائد ادي لأي تربيع 12 ادي لبي تربيع 4 اش قد يطلع السي تربيع 16 اش قد تطلع السي سي اربعة هاي السي ما الزائد نفسها ما الناقص فيقناها منا القطع الزائد قل الله اياك شمروا بالزبالة بعد ما نحتاجين انه سؤال يخص الناقص طبعا بما انه هاي السينات هاي هم راح تكون السينات نرجع على الناقص شنطاني معلوم بالناقص بعد درواء كامان ناقص هاني كاتب هنا 2A على 2B اي ش ساوي خمسة على ثلاثة هاي نقدر نطلع منها معادلة مثل معلمكم الاثنين و الاثنين تروح وطرفين بواسطين اي ش راح نقول ثلاثة A ثلاثة في A ثلاثة A تساوي خمسة B كيف الطالبي عجب يطلع A لو B انا عاجبني A فقسم على ثلاثة انت طلع معادلة اهم شي زين خمسة على ثلاثة ربع الأي سويها تربية حتى نعوضها بالسايبة الخمسة الصير خمسة وعشرين الثلاثة الصير تسعة والB صير بيت تربية هاي معادلة واحد وين نروح نعوض يا قهنون يفزع عنك قانون السايبة طبعا احنا الناقص لازم نطلع A تربيع والB تربيع انتبه لازم A تربيع والB تربيع من نطلح هذوله يطلع المعادلة وانتكس التكنيات هم موجودين ونسعدك C تربيع تكتب قانون السايبة السايبة ما الناقص هنا انتبه يعني الاشارة ما التناقص ويا اسمه C تربيع فوق بقناها من الزائل 16 الA تربيع راح تعوضها هاي انتبه 25 على 9 بي تربيع ناقص بي تربيع هاي اصلية موجودة القانون شون تتخلص من الكسر بالرياضيات تعرف هاي الشغلة انا قال لك حتى بالفصل اول منتري تتخلص من الكسر تضرب المعادلة كلها بالمقام بحتي نوخر الكسر نضرب المعادلة كلها في 9 وحدة وحدة تعال 9 في 16 144 تسعة تضربها بهذا الكسر يتروح تسعة وتسعة تبقى ناس 25 بي تربيع حتى يروح الكسر وتسعة في بي تربيع تسعة بي تربيع رح تنحل هسه رح تنحل اه اوكي تجي هسه تعال اطرح 25 ناقص تسعة 16 بي تربيع قسمها على 16 بطلع البي تربيع هستوني قلنا ماش قد بيها تسعة لان اصل الصدر من 9 في 16 طلع 14 فاختصالها تسعة البي تربيع طلعت تسعة بقى ال اي تربيع عندك خيارين لو ترجع بالسايبة مره لو تعوضها بمعادلة واحد برأيي اسهل معادلة واحد استويتها فوق ما صفت لك ياها 25 على تسعة في بي تربيع فانت طلعت البي تربيع رأيسا عوضة هنا هتصير شنو 20 على تسعة في تسعة تسعة وتسعة تروح اش طلعت له تربيع 25 ننحل السؤال تكتب المعادلة على السينات لين هو فوق انه سينات شون تكتبها على السينات حبيبي اكس تربيع على اي تربيع زائد لين قطع ناقص تربيع على بي تربيع واحد وهي المعادلة الاخيرة بس اشوف انتخذ الدرجة هذا السؤال مرشح ومهم جدا دير بالك منه سؤال مرشح هواية جاي وزاري كلش هواية جاي وزاري ماشي طلاب اللي هو يخص قطع ناقص وزائد سوية اوكي اروح على اللي بعد زين هس راح نبلش باسئلة الربط بين القطوع طلابنا الاطال اسئلة الربط بين القطوع الثلاث مرشحة جدا مهمة كلش راح اسويها طريقة خبر طريقة مؤملية حلوة هاي الخطوات انا وهاي الامور انا يعني طريقة خاصة اللي بالخصوصين طلاب انا علمك في الشغلة هنا منتج ثلاث قطوة هي مو صعبة لكن هوس الصرعة الطالب فاحنا نعلم يرتب الحل تفقين على هاي النقطة؟ شوف اول خطوة هذا انا طبعا كرار بس شنو عيوني مغمضة عيوني صغار ما تبين اصلا المهم اول خطوة نقسم الورقة ثلاث اقسام حلوة شغلة حلوة بطلة طيفة هاي واحدة لانتلعب استاذ ليش ذا نقسمها ثلاث قصة؟ حبيبهم هم ثلاث قطع رح يجون شوف هم ثلاث قطع واحد من عدين رح يكون مطلب السؤال شك فظلوا اثنين هم ثلاثة هذا مطلب السؤال ظلوا اثنين الاثنين حابوق منهم شغلات هذا بوق مننا حرف نحنا لازم طبعا على فكرة نطلع الاي تربيع والبي تربيع حتطلع المعادلة فاني يعني شوف هي معظم السؤال رح تلقون انه قطع الزائد يكون هو مطلب السؤال تكتبه بالبداية تكتبه منها الجهة اليسار هذا حيكون مطلب السؤال حيكون مطلب السؤال مطلب السؤال يعني معادلة يريد يعني لازم نطلع الاي تربيع مالته والبي تربيع مالته اللي بقوا منه اللي بقوا القطع الناقص القافنون والقطع المكافئة خليهم على هذا الجهة هذا رح نبوق منه فهتحرف لول اي لوسي وهذا حنبوق منه الحرف لول اي لوسي هنا شلون شون رح تعرف انه حتبوق ال اي لوسي قطع الناقص اغلب الاحيان حيقلك البقرة مالته تنطبق على البقرة اللوخ فرح تاخذها السي تاخذها السي يعني هذا باعلي هذا لو ناخذه نبوق منه السي لو الاي ما تزائد وحده من عده المكافئة كذلكة لو نبوق منه الاي ما تزائد لو السي ما تزائد هتشحلو هتقولي شون اعروف شو بالقطع الناقص بس اذا قل لك كلمة تنطبقان بورتا تنطبقان او هما تاخذ السي ما الناقص تاخذها سي ما الزائد تاخذها سي بس اذا قل لك كلمة يمر لا هتاخذ السي ما الناقص اي اي ما الزائد هتشحلو انتبه لي على هاي الملاحظة بس اغلب الاحيان الناقص انتبوق منه السي اغلب الاحيان اغلب الاحيان ناخذ السي من عنده هتشحلو يعني هذا السي ما الزائد نبوقه من الناقص هتشحلو لان اغلب الاحيان يقول كلمة تنطبقان هاي بالنسبة للناقص نجي على المكافئ المكافئ اذا قال احدى طب الاحدى عفوا اذا قال يمس يمس رأسا البي صير اي هاي اتفقنا عليها بالقطع الزائد تذكرون يمس يمر يتقاطع رأسا اي بس اذا قال احدى بقرتين هاي بالخارجات بالوزاريات هي بقرة القطع المكافئ البي تاخذها السي بس اغلب الاحيان المكافئ هنبوق من عند ال ا هسا خليكوا اياي الناقص هتاخذ منه السي هاي من الناقص من القطع الناقص بقناها والمكافئ رح ناخذ منه ال ا بقيا حرف بقيا البي البي طلعه من السايبة طبق السايبة ما الزائد يطلع لك البي هذا عندك وهذا عندك يطلع البي وينحل السؤال اذا هو سؤال ما البوقه باختصار الناقص اتبوق منه السي المكافئ تبوق منه ال اي طبعه مو دائما نتلبس اغلب الاحيان ناخذ ذنب عدان اكتبت لك الملاحظات العبارات على العبارات نمشي كل شيء مفولك على العبارات نمشي والسؤال ما البوق هذا اخذ منه حرف وهذا اخذ منه حرف والحرف اللي يبقه ثالثا نطلعه من السايبة ما الزائد ونكتبه المعادنة ما الزائد هاتش حلو؟ سؤال ما البوقه بهاي بس انتهج تقسم الورقة ثلاثة اقسام اوكي نعرف المطلوب ما السؤال اللي هو اغلب الاحيان يكون قطع زائد نستفاد من كل قطع حتى نطلع مطلوب السؤال مثل ما علمتك انا يحسه اوكي نروح على السؤال المرشح بقوة قبلت لف قطوع اسئلة الربط مرشح ومهم جدا يالله يالله نبلش يقول جد معادلة القطع الزائد استوب يريد معادلة القطع الزائد يعني لازم انطلع الاي تربية والبي تربية مالتا حتى انطلع القطع الزائد معادلة مع القطع الزائد لازم انطلع اذن شغلتين نكمل الذي بقرتاه هما بقرتين القطع الناقص اذا الناقص هنبوق من السي دقيقة هاي الناقص هناخذ من السي طلع السي ما الزائد يالله السي نفس السي نروح على المكافئ المكافئش قال يمس لا تكمل يمس يعني هنبوق منه الاي تقسم الورقة للثقسام مثل ما علمتك نانا قطع زائد نطلب السؤال هنا قطع ناقص رح نبوق منه شغله وهنا قطع مكافئ الناقص هنبوق منه السي ما الزائد اللي ينقلي هما بقرتاهما بقرتين يعني السي صير سي حلو الزائد يعني زائد هذا من قال يمس يعني الايمال زائد اوكي المكافئ هنبوق منه الايمال الزائد تبوق من هذا حرف من هذا حرف والحرف اللاخر من السي يلا نبلش بالناقص نبلش بالناقص هاي ما الناقص شو تقولون هاي الصادات اللي هو سينات حمادة من ناقص نبوق عد جوة تذكرون من الشبير هاي الصادات هاي الصادات شنكتب عليها القطع صايرة على الصادات هاي الاي تربية دير بالك شبيرة وهاي البي تربية انا اتنهات ما احتاجين اريد السي السي ما الناقص ونفس السي ما الزائد شو طلع السي ما الناقص من السايبة ما الناقص تطرح 25 ناقص 9 تطلع السي تربية 16 السي تطلع 4 هاي السي ما الناقص الصير السي ما للزائد بقنا من السي وطبعا نكتب ايضا سينات لين هي عفوا ندير بالك صادات هاي هم صادات شوف انت بايق بايق هاي هم صادات اكتبها ضروري تكتبها الناقص حبيبي بالزبالة بعد ما احتاجك بقيت منك السي السي سي ماتك هي نفس السي ما الزائد لين هو قل لي هما الروع المكافئ احنا مصلح تشية تعالي يا بالمكافئ احنا نريد عندنا مصلحة ويا منطيني معادلة المكافئ بس ما مرتبة المكافئ راح نبوق مني الاي ما طول قل لي يمس لين يقول لي يمس معنا تلبي تنوخذ اي هاي ثابته بالزائد دائما تنوخذ اي او ايش خردت بالمعادلة سهلا يتعرفون شون طالع البي معلميكم يا بصر سالب القطع صايرة على الصادات السالب تكتب القياس سالب فور بي واي بالتساوي فور بي تساوي 12 قسمها على اربعة البي طلعت ثلاثة البي طلعت حمودي شناخذه تعايا 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 ناخذه اي اه هو سؤال ما البوقش قلت لكماني هذا ناخذ منه ال اي وهذا ناخذ منه السي خلاص ال اي ثلاثة ال اي تربيع تسعة بقت بس البي تربيع من السايب سايبه ما الزائد اني بعد بالزبالة تعال يا ابا هسا نجي على الزائد سايبه ما الزائد شارت زائد دير بالك سي تربيع بكتب من الناقص 16 الاي تربيع بكتب من المكافئ تسعة انقل التسعة يصير بي تربيع يساوي ستعاش ناقص تسعة يطلع الناتج سبعة تعال اكتب المعادلة وين رح تكتب المعادلة هناك قوي طلاب يغلطون رح تكتبها عصادات انت تعرف بالقطع الزائد اذا عصادات لازم تبدي بواي تبدي بواي تربيع نوبا اكس تربيع الجوه ثابت ما عليك الجوه اي تربيع دائما هنا تسعة هنا سبعة هاي مصاحح تربيع بس يشوف هيطيك عشرة من عشرة حبيبي هذا اسئلة والله كل السهلة والله اسألت الربط اللي خابصين بيها وتقولون صعبه كل السهلة زين؟ قسم الورقة ثلاث تقسام ومثل ما علمتك كل واحد بوق منه حرف زين؟ انحلك السؤال بهاي السهولة وهاي الجمال السؤال هذا الحلو هاي بالنسبة الاسئلة الربط من القطوع الثلاث الروح على اللي بعده قد عدنا شغلتين ان شاء الله هنخلص عدنا اسئلة النقاط اكتب ملاحظات على اسئلة النقاط هو سؤال واحد عن نقاط صاير بالقطع الزائد مهم كلش قبل ما اخذ السؤال اللي يخص اسئلة النقاط وايضا مرشح لين هو مالكتاب طرح ذاك مالكتاب همينا هناخذ ملاحظات على اسئلة النقاط زين؟ اول ملاحظة اذا قلت لك بالسؤال نقطة نقطة تعرف يعني شون يعني اكسوا او قلت لك تنتمي للقطع الزائد شنو معناتها؟ شنو يعني نقطة تنتمي للقطع الزائد؟ طلاب من يقولي النقطة تنتمي للقطع الزائد؟ يعني نقدر نعوض النقطة وين بالمعادلة ما الزائد؟ هي صارت تنتمي يعني صارت الي المعادلة ما الزائد فهاي اخذها اول ملاحظة خاف تلقى بالسؤال يقولك نقطة تنتمي للقطع الزائد؟ رأسا تقول عوض النقطة بالمعادلة عوض النقطة بين؟ ما طول تنتمي يعني تقدر تعوضها بالمعادلة هاي اول ملاحظة خاف تشوف الاسئلة يقول كلمة تنتمي النقطة اذا تنتمي للقطع تعوضها بالمعادلة الاكس والواي تعوضهم بالمعادلة رأى الملاحظة الثانية الثانية والثالثة او هي اخي نقول بس الثانية احسن حتى لسر حوسة عليكم شوف رح يطلب من عندك شوية شغلات تنتبه لي عليها اذا قل لك اريد طول نصف القطر البؤاري المرسوم في اليمين في جهة اليمين في جهة اليمين او مرات يسموه الاول شون يعني يريد؟ يعني يريد من عندي اطلع ل بي اف وان انا شغلة جديدة بي اف وان شون اطلع حزين بي اف وان حتطبق قانون المسافة بين نقطتين طبعا هذا اللي من رح يقرأ التعريف تعريف القطع الناقص تعريف القطع الزاد رح يصير عندها سهلة التعريف رح اخليها فيديوهات خاصة بس هم رح اشرحها لك شون اطلع بي اف وان اذا طلب منك بي اف وان لازم عندك اول شي بي لازم عندك الاف وان تصخة يعني مو بي اف وان لازم عندي هاي وهاي بي اف وان طبعا هاي نعتبر اكس دو واي تو هاي اكس وان واي وان نسميه هذولا شون رح اطلع البي اف وان البي اف وان هنا رح اطبق لقانون ما تجذر اللي هو هذا لازم تكون حافظة اسمه قانون المسافة بين نقطتين اللي هو قوسين تربيع وبيناتهم زائد اول قوس تقول اكس تو ناقص اكس وان نوبة واي تو ناقص واي وان كل السهل تطلع بعض تطرحون هذا من هذا بعض ما كنتikى هذا من هذا اكس تو ناقص اكس وان تonteقوه بالواقه نوبة واي تو ناقص واي وان ثاني قوس يطلع عن ذلك P of is شون اطلع P OF been من ذاك القانون اذا الأطلب منك طول النصف القطر البعالي المرسوم бокявтра اليمين اليمين افون جهة الافون هاي اليمين هاي الافون اليسار افتو يعني اذا قل لك نفسها شوية اذا قل لي وراها نفسها خي نقول نقول تلعفة احسن حتى نعزلها طول نصف القطر البؤري المرسوم في اليسار او الثاني يسمو يسار او الثاني ما تقول الاول والثاني ما يقول يمين يسار يعني يريد منك بي افتو نفس العملية شو نطلع في افتو لازم عندك شنو لازم عندك هل نزل السؤال دقيقة لازم عندك البي والافتو وهم يعني هذا تعتبر اكس تو واي تو هذا اكس وان واي واتطبق لهم القانون ما الجذر اللي هو شو تقوله في افتو منو قانون الجذر قوسي انتر بيع بيناتهم زائد هس كتبنا يعني عيدة مرة له اكس تو ناقص اكس وان واي تو ناقص واي اوكي تطرح هذا من هذا تحطهم بهو القوس النوبة هذا من هذا ثاني قوس هاي خاف اي طلب منك هاي اريد مطلدني الملاحظات قبل ما ناخذ السؤال اللي على اسألة النقاط ثلاث ملاحظات تكتب لي اياهن ضروري تكتب لي اياهن ازين اوكي خلي كويانه احنا اخذ هذا السؤال على النقاط اللي هو السؤال بالكتاب موجود خلينا اقرأه شوف النقاط ايش قايلي هنا النقطة بي ستة ال اوقف ابريك هاي ال ال مجهولة ما طول اكو حرف مجهول اسمه ال ال حيطلبه بالسؤال مني خذها قاعدة منها هذا السؤال طبعا ما اهم نكتب عليه مرشح سياصة وانتشم واحد مرشح هو وبعدك واحد وراه انا كافي بذنني خمسة واربعة طيب كمار زين اول شي مش شفت النقطة بها حرف مجهول لي هو ال حيطلبه مني بالسؤال النقطة هاي شبيهها يقول لي تنتمي للقطع الزائد اش قال استاذ مؤمل منيقول نقطة اول ملاحظة منيقول نقطة تنتمي للقطع الزائد اقدر اعوضها بالمعادلة ما الزائد خلي امبالك مالان مركز النقطة لا اصلك لا عوات ما تفيدني ومعادل تنطاني المعادلة ما الزائد حمودي وياي حمودي يقول لك نقطة تنتمي للقطع نقدر نعوض النقطة بالمعادلة لا لا اول ملاحظة كتبتك اياها منيقول نقطة تنتمي تعوض النقطة بالمعادلة تطلع الزائد ما تجهال يعني ما تعوض اكس واي هذا اكس وهذا واي جيهم تعوضهم احنانا طلعت الزائد شوف شوف اول مطلب شيريد مني قيمة الزائد ادري انا قبل ما تقولي ادري بك اقرأ افكارك ما تطول حطي تحرف يعني حطي طلبة رايد مني هذا اول مطلب مطلب الثاني شوف انت ذاله ما قال لك الملاحظة قبل شوي راح اتدوخ بالامتحان شيريد هذا طول نصف القطر البؤاري اللي قطع المرسون في جهل يومنا اي عاد يستطيع الممي القيلي هذا بي افوان من نقطة بي مرات طبعا يطلبهم اثنين عادة اليمنى واليسرى يسمي هنا اول وثاري يعني في افوان وفي افتو هنا رايد بس بي افوان عوف بي افوان هسا طلع الال كل السهلة تكتب المعادلة ما القطع الزائد شوف 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 البساطة طبعا هاي نفسها ما السؤال وين النقطة اللي بصفها النقطة هي 6 بال مجرد ان عوض النقطة بالمعادلة انا ممكن في عوض النقطة بالمعادلة لان هو قلي تنتمي اليها من يقول تنتمي نقدر نعوض يعني هذا الاكس وهذا الواي تعال عوض الاكسة واخرة اخلي 6 بدالة يصير 6 تربيع ناقص الواي اواخرة اخلي الال ببدالة يصير ال تربيع ستة تربيع هي 36 ناقص 3 ال تربيع يساوي 12 عيني ودي لتسالة بتلافة ال منا حتى تصير موجب وتجيب ال 12 منا 36 ناقص 12 تساوي 3 ال تربيع 36 ناقص 12 24 تساوي 3 ال تربيع تقسمها على 3 ال ال تربيع تطلع 8 ال ال تربيع تطلع 8 زين انت تريد توخر التربية فتجذر الطرفين تحط موجب سالب ال ال اش طلعت عندي ال ال طلعت موجب سالب جذر 8 تريد تبسطها بعد اكثر تقدر سالب ہے هي اربعة في اثنين. والاربعة هي اثنين. صير اثنين جدر اثنين. اخذت على اول مطلب اخذ الدرجة كاملة. روح لي على المطلب الثاني. المطلب الثاني يريد مني بي اف. طبعا دقيقة. الال ما نطلعناها. نقدر نعوضها بعد بالهاية بالبي. يعني البي ماتي هسه بدل ستة بل. هذا الال اقدر اعوضها هسه. شا صر البي ماتي جديدة. ستة بموجة بسالب اثنين جدر اثنين. مو هي شي? حلو. اذا البي صارت كاملة هسه. اريد مني المطلب الثاني بي اف وان. بي اف وان حتى تطلع لازم عندك بي وعندك اف وان. بي طلعناها هاي طارت موجودة مو ورا ما طلعنا الال. لكن اف وان ما عندي. تعال هسه تعال تاع 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 تاع. بس لحظة المعادلة اكبارنا. خلينا ناخذ المعادلة حتى ننسها اكستر قنافضها. خليح فضحة. نجع المطلب الثاني. يريد مني بي اف وان. تقول لي استاذ عيني لازم عندي بي. والبي عندنا ستة باثنين جدر اثنين. موجة بسالب. اوكي? لكن الاف وان ما عندي. منين راح اجيبها? استاذ هي الاف وان هي مو تطلع من السي. اي حبيبي تطلع من السي. اذا عندك سي تعوضها تطلع اف وان. زين استاذ هون مو تطني معادلة ما زائد اي. هاي. هاي. هاي فوق انطانيها بالسال. كرار هاي مو نقدر نحلها ونطلع السي. ومنطلع السي مو يطبع الافوان. خلي نحلها. نعلميكم مو شون حالا. خليها. نرتفها قياسي. نقسم على 12. مثل قبل. هاي بيها اربعة. راح اطلع منها الاي تربيع والبي تربيع. صح? زين. هذا الاي تربيع ثابت. وهذا البي تربيع ثابت. اوكي. نعدهم. نقدر نطلع السي من السايبة. ما زائد. اجمع لي 12 زائد اربعة. يطلع السي تربيع ستعاش. من السي تربيع تطلع السي اربعة. ومن انطلعت السي راح تقدر تطلع الافوان. بما انه هو عالسينات. فالافوان اربعة بصفر. طلعت الافوان لو ما طلعت. هسه نقدر نطبق القانون ما تجذر. نقدر. هسه نجي نطبق القانون ما تجذر. هتطبق احنا. شوف. بي افوان. واخلي جذر. قوسين تربيع وبياناتهم زائد. من يقول لي اول قوس ينقول. اكس تو ناقص اكس وان. طلاب. هذا الاكس تو. وهذا الاكس وان. راح نطرح ستة ناقص اربعة. باول قوس. على فكرة يسويهم بالعكس صحيح. ام صحيح مغلط. نوبا واي تو. اللي هو اثنين جذر اثنين. ناقص واي وان. اللي هو صفر. ستة ناقص اربعة. اثنين. تربيع. هذا الصفر ما لا قيمة. يبقى بس اثنين جذر اثنين. فك التربيح هسه. اثنين تربيح هي اربعة. هاي شون تفك تربيحها. طبعا التربية توزع على اثنين وعلى الجذر. الصفر اربعة في اثنين. هاي ثمانية زاعد اربعة. طلع جذره في ماش. وتكتبه. موجب سالب. اثنين جذر اثنين. موجب سالب. لانا ستاخذها باحتمالين. مرة تسميها. بي وان اف وان ومرة بي تو اف تو. بي تو اف وان. اوكي. فتطلع. اف وان. موجب سالب. تطلع نفس القيمة. اثنين جذر اثنين. بس تاخذها مرتين. مرة ثانين ارجو نفس الشي تاخذها مرة موية اثنين بيها اتجاهين. موجب سالب. المهم. هاي بالنسبة لهذا المطلب. مالت سؤال اللي هو مطلب الثاني. نروح على اخر شي اللي هي مسك الختام. اسئلة الثوابت. اسئلة الثوابت. شرحناها بالقطع الناقص. وحجينا الخطوات مع القطع الناقص اللي هي نفسها بالحلقة الثالثة. نفسها ما رح اعيدها. الخطوات نفسها لازم ترتب المعادلة. تطلع الاي تربيع والبي تربيع. يطلع الاتش والكي. الاتش والكي سؤال مرشح. وبعض الثوابت انه تلاف عندك بالمكافئ. وبالناقص بالزائد. لازم يجي منها فرع. بالمكافئ. اوكي احنا اخذناها سهلة بها حرف واحد. لكن الناقص والزائد. مش شابهات جماعة الاتش والكي. فاني اتوقع واحد من عدن يجي. هذا هم يقول مرشح بقوة. هواي جاي وزاري. استاذ هواي ترشح. حطتني يزاو يعني. انها اسئلة مهمة كل شي. ما في اسئلتك الثوابت. زين. طبعا اكو ايه الله هاي بالوزارة. طبعا اتعمق بالوزارة. حتشوف من انزل بالقناة. راح انزل هواي اسئلة وزارية. راح تشوف انه عندك هواي اسئلة. بها افكار. شوف. يقول لي قطع زائد. مركز النقطة الاصل ما تأثر. انطاني المعادلة بها حرفين من بينات. انه هن الاتش والكي. حيطلبهم مني بالسؤال. قبل ما تكمل. علمتك اول شغلة تسويها. هذا قطع زائد. انه ترتب المعادلة. اللي اكتب اول شي. شو ما ترتب المعادلة. اول شي لازم معادلة تساو واحد فتقسمها كلها على تسعين. هاي اول شرط. معلمتك تذكر بالقطع الناقص. قلت لازم تكون تساو واحد. لازم. شغلة الثانية اكس واي ما يصير بصفهم حروف. فالاتش ينزل المقام المقام والكي ينزل المقام المقام. يصير اكس تربيع على تسعين على اتش. وهذا يصير واي تربيع على تسعين على كي. ترتبت المعادلة. بالقطع الناقص شننا ما نعرف يا هو الاي ويا هو البي. ليش؟ لانه ما شن تعرف البورامات تسينات الوصادات. بس بالقطع الزائد المقام ثابت. يعني انتهنانا للدوخ هذا الاي تربيع. صاموا ما ندري ما لدخل ثابت بالزائد. هذا اي تربيع. وهذا بي تربيع. هذاني ثابتات اي تغيران بالقطع الزائد. اذا هسا نجي نكتب المعادلات اوقف. اي تربيع. هيكون يساوي تسعين على اتش. اذا طلع الاي تربيع. يطلع الاتش. يعني انا الاتش يعتمد علي من اطلع لازم الاي تربيع. اوكي. معادلة الثانية. بي تربيع تساوي تسعين على كي. اوكي. اذا طلع البي تربيع. هيطلع الكي. اذا اذا طلع ذول اثنين. يطلعون الاتش والكي. وينحل السؤال ببساطة. كمل السؤال شمنطيك باع. هسانيا بس اول خطوة. طول محورة والحقيقة التو اي منطيني يا رأسا ستة جدر اثنين. حلو. يعني الاي راح تطلع الاحي يطلع الاتش. شمنطيني باع باع. طيني التو اي جقد. ستة جدر اثنين. قسمة على اثنين الاي يصير ثلاثة جدر اثنين. انا اريد اي تربيع ربعة. لا ثلاثة تسعة تصير تربيع. ببالك. هاي جدر اثنين تربيع صير اثنين. تسعة فيه اثنين. منطعش. هاي شنو طلعت الاي تربيع نقدر نعوضها هنانة. تعال عوضها ثمنطعش تساوي تسعين على اتش. طرفين بوسطين. اتش تساوي تسعين على ثمنطعش. تسعين على ثمنطعش اش قد طلاب? خمسة. اي. حاسب اقبالك مو مدرس. حاسب آلية. بقى من هو السخطين المسكين الكي. كي لازم. المن انطلع يا الله يطلع. بيتر. تعال خليك شوف شمنطينا بعد. لا هنا شوي امتع ابني. رايح فارها النوبش قيلي البؤرة ما تتنطبق على الناقص. وهو دخل قطع ناقص. يعني السي ما الناقص هي السي ما الزائد. تروح شي السوعة من القطع الناقص من هاي المهادلة اطلع السي. ورما اطلع السي من السايبة اطلع البي ومن يطلع البي يطلع الكي. تعال ما بدخلنا قطع ناقص شوي خلق فرح هي الشي. صعي لخوق. اي. دخل قطع شنو هاسه. ناقص. تعال معادلة. شو المعادلة شنية تسعة. اكس تربيع بلاد 16. ش راح نستفاد من الناقص من يقول لي. السيمال تنفس السيمال هذا. ومن نطلع السيمال هذا من السايبة نطلع البي تربيع يطلع الكي. هاتش حلوه. قسم على خمسمية و ست و ست و سبعين. اه هنا ما تقدر اه. مو من طريقة المقاص عيني. هاي شو تكتشفها لازم قسمة طويلة. قسم خمسمية و ست و سبين على تسعة قسمة طويلة. انا حافظها فراسا. اقول لي. يطلع اربعة و ستين. اوكي. قل لك حاصب اقبالك لتح جي. حاصب اقبالي. حافظها ترى انا من كالفرث الحي يعني. وما قول اطلع على القسمة يجي. قسم خمسة و سبعة و ست عاشي. يطلع لك. ست و تلعلي. اصدت المعادلة التمام. تعال هسه. احنا نعرف انه هاي الاي تربيع. و هاي البي تربيع. سايبة ما نناقص طبقة. بطرح اربعة و ستين ناقص التة و ثلاثين. تطلع سي تربيع ثمانية و عشرين. هاي السي تربيع هي نفسة حصير هنا سي تربيع. اوكي. خلص الناقص شمره بالزبالة و اخذنا منه السي بس. هسه نيجي. احنا نريد البي تربيع. حلو. صار معلوم عندي الاي تربيع فوق. و هنا هاذا ثمنتعش ما زائد. و عندي السي تربيع. اروح على القانون ما السايبة ما زائد. اعوض. يلا. سي تربيع ثمانية و عشرين. لاي تربيع ثمنتعش. انقل ثمنتعش. تطلع البي تربيع عشرة. ايه. قد طلعت البي تربيع. من طلعت البي تربيع. تقدر تعوض هنا ايه. وتطلع الكي. تسعين على كي. طرفين بوسطين. كي تطلع تسعين على عشرة. صفر بي الصفر يروح. قد طلعت الكي. تسع. هذا السؤال ما اسئلة الثوابت. و خلصنا ان شاء الله الحلقة الاخيرة من القطوع. و يبقى بس التعريف ان شاء الله والانسحابة. نشركم اياها بحلقات اضافية. كانوا لكم الاستاذ مؤمن. اشتركوا في القناة.